السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح النهاردة. عندي والله الاكتينومايسيتس ديت بتسبب لي كزا ديزيز. منها اللي هو الاكتينومايكوزيز والتيبر كلوزي. دولة اللي النهاردة هنشرحه. اول حاجة عندي الاكتينومايكوزيز دوت بنقول ان هو يعني بنقول نادرا ان هو لما بيصيب اللي هو الهيومن او الانيمال. بس هو بيبقى مستقوم فين? في الانيمال. بعد كده بنقول ان هو آآ النين بتاعه عبارة عن ايه? آآ الشكل بتاعه عبارة عن شعاعية. يعني ايه? هنشوف ان هو اللي بيسبب للاكتينومايكوزيز ده آآ اكتينومايسيز اسرائيل. اكتينومايسيز اسرائيل. اللي هي ديت. اهي اكتينومايسيز اسرائيل. تمام كده? طب شكله ايه? ايه? ري لايك. تمام كده? تمام. بس بيقول لك عبارة بتبقى ايه? حوالي سبعين في المية منها. ازاي سبعين في المية من الاكتينو بهاي اللي بتسبب لي الاكتينومايكوزيز? قال لك في بعض المايكروورجنيزمز تاني بتعمل ليه? بتساعد لي الاكتينومايكوزيز الاكتينومايسيز ديت اسرائيل بتساعدها ان هي تتمكن من الشخص او الانيميل ده ان هي تسبب له ديزيز. تمام كده? تمام. يبقى اهي مش لوحدة بس اخلي بالك انا لو قلتلك من اللي بيسبب لي الاكتينومايكوزيز ستقول لي ايه? هتقول لي اسرائيل. تمام كده? تمام. طب بيقول لك هي بيقول لك ان هي موجودة البكتيريا دي موجودة ايه? موجودة فين في الموث. موجودة في الموث والجسولنتستانل تراكت. ان في ميل جينتال تراكت. هي موجودة ايه? 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 بتبقى نورمال فلورا. بس ازاي قلت ان هي نورمال فلورا وبتسبب لي ديزيز? اقول لك. من هنا عند اللي هي الاكتينومايسيز اسرائيل ديت اه بكتيريا اه اه عقول لها اكتينو اه اوبرتيونيستك يعني انتهازية. انا مسلا انت حصل لك خدش مسلا في الميوكس اللي هي البريك حصل لك بريك فين او الميوكس اللي هي الاي اللي ياللي الميوكس من داخل الجسم بها في اي ميوكس من برين او حصل لك مسلا جرح فبتبدأ تتقلب ضدك. تبدأ ايه? تتقلب ضدك اللي هي على حسب ماي المناعة بتاعتك اكيد. تمام كده? تمام. اه بيقول لك يو كانت يو كانت اه هي ما بتقدرش تنتقل من شخص لشخص يعني مش معدية. تمام كده? تمام. بعد كده اي جزء من الجسم بتاعنا ممكن ان هو يحصل له انفكشن اه بواسطة مين اللي هي الاكتينو مايسز اسرائيل. طب اه المستقومن اللي هي الاماكن الشائعة بيلك والله النك اللي تشيست ويه اه اتلاقى في البطن في البالبس الحوض اتلاقى ديت اللي هي المستقومن. تمام كده? تمام. بعد كده دوت الشكل بتاعها. قلنا ده عبارة عن ديت الجرانيول. ديت اللي هي الجرانيول اللي بتبقى موجود فيها اللي هي الاكتينو مايسز اسرائيل. تمام كده? ديت الجرانيول. بيبقى فيها عبارة عن زي ما احنا قلنا الري عبارة شعاعية. تمام كده? ديت بتبقى شعاعية. ديت الجرانيول اللي بيبقى موجود فيها المايكرو ارجانيزمز. اهي ديت زي ما احنا قلنا مستقومن فين? او ده اللي تشيست. ويه اه دوت ايه? اه بنقول ان هي موجودة في الفيس ممكن تلاقي مسلا في النكك. تمام كده? تمام. بعد كده بيقول لك الصين او بستعيتها. اه بتسبب لي ايه او بت اه اللي هي الجرانيول ديت. اللي هي الجرانيول ديت لو جينا هنا. الجرانيول دي. بتبقى ايه? ممكن لها مؤلمة. او ممكن لقى برضو مش مؤلمة. تمام كده? تمام. وديت فيها البص اللي هو الصديد. يبقى الجرانيول ديت بتحتوي على ايه? بتحتوي على البص من اسرائيل. تمام كده? تمام. وديت بقول عليها ايه بوكت بص. اللي هي اللي انا مشاور عليها ديت. تمام كده? تمام. بعد كده بيقول لك اوين? اه اللي هي بتصيب اه ازر بارت اوف دا بادي. يعني حاجات اللي اجزاء من الجسم غير بتسبب لي ايه? ممكن تسبب لي كف. ممكن تسبب لي ايه استومك بين. يعني امتى بقى تسبب لي كف ديت? لو صبت لي تمام كده? وامتى تسبب لي اللي هو مسلا الم في البطن والكلام ده اه لما تصيب لي لما تبقى اللي هي مسلا تعمل خلل في الميوكاس تمام كده اللي هي في اه في الاستومك بتاعتنا. فبتسبب لي ايه? فيفر اه وتلوز. تمام كده? تمام. بعد كده بيقول لك والله لان اكتينه اه اه ماي اه مايكوزز ديت. اه بس جرو لارجر از ديز يعني ايه? يعني بيقول لك ديت اه يعني الابسس ده او اللي هي الجرانيول ديت اللي هي الجرانيول ديت بيحصل له ايه? بتزداد في الحجم كل لما مدة المرض كل لما مدة الدزيز زادت. يعني يعني مسلا انت تصبت بالدزيز مسلا النهاردة. فما سبتو سبتو فترة طويلة سبتو اكتر من شهر اتنين تلاتة فبتلاقي ديت ايه? الحالة بتاعتك بدأت تسوق. تمام كده? تمام? الجرانيول ديت بدأت تزيد في الحجم. بعد كده بيقول لك اللي هي في الحالات الخطيرة اللي بيحصل بقى بيقول لك بتبدأ بقى تخترك البون واللي هي والموسلز والسكن بتبدأ بقى ايه? تخش على الحاجات دي اللي هي الاجزاء ديت من الجسم. فبتعمل ليه? ممكن حتى ممكن تخلي بالك. ممكن تقدي للموت في بعض الاحيان. اه ممكن تقدي للموت في بعض الاحيان. تمام كده? لو خلاص الحالة انت بقت خطيرة جدا وانت مقدرتش تتمكن منها. تمام كده? تمام. وبيقول لك اللي هي الجرانيول ديت بتسمي سالفر جرانيول. تب ليه قلت عليها سالفر جرانيول. لان هي اللي جواها البص اللي جواها دوت بيبقى يلو او اه بنقول ان هو ده اليولي دوت مستقومن. تمام كده? تمام. بس ممكن لقى ممكن لقى ممكن لقى ممكن لقى براون. تمام كده? تمام. بعد كده بيقول لك الكوزيس. يعني بتسبب لي او اللي هي بتصيب مين يعني? بتصيب قلينا زي ما احنا نصيب لك الانيمال. بتصيب لي هنا الانيمال تمام كده? تمام. طيب بتصيب لي الانيمال بقى? قلنا ان هي بتصيب لي الايمال مستقومن ان هومن. يعني بتصيب لي في الم بنيها في الانيمال اكتر من الهومن. طيب بلقيها في. bleeding. احنا عارفين زي ما احنا عارفين ان الحيوانات اكيد ما بتخسلش اسنانها تمام كده فبتبقى معرضة اكتر للاكتينومايسز اسرائيل تمام كده تمام وبنقول ان هي الاكتينومايسز اسرائيل ديت ان ايروبك بتحب يعني الان ايروبك كونديشن تعال بقى على الهيومن الهيومن بيقولك برضو نفس النظام انت بور اورال هيجين الهيجين بتاعك بتخسلش اسنانك كويس فطول ما انت بتخسلش اسنانك كويس انت كده احتمال في اي وقت احتمال في اي وقت تصب بالاكتينومايسز اسرائيل فحاول تهتم يعني لو انت بتخسلش اسنانك حاول تهتم بانك تخسل اسنانك يعني تمام كده تمام بعد كده بيقولك ان الاسرائيل ازا نورمال فلورا اهي مايكروبيوتا سبيجز تمام تمام طب و بعد كده يعني زي ما احنا قلنا هي مايكروبيوتا بس بتبقى في نفس الوقت بتبقى ايه بتبقى انتهازية بتبقى ايه انتهازية ايه بتبقى بتعيشكم منسل معاك بتعيشكم منسل تمام كده تمام وبقول ان هي اه بولي بولي اه مايكروبيوتا يعني زم احنا قلنا فوق انه هي مش لوحديها هي اللي بتسبب لي ايه بتسبب لي الامفكشن معاها انواع تانية من البكتيريا بتساعدها على الانفكشن ديت طمعا كده بولي ميكروبيا لدي مهمة طمعا بيقول لك there are most common فيه three most common بتأثر لي عليهم ايه هم ديت المست common site اللي بتأثر لي بيتصابوا بيها بعد كده عندي ازاي اشخص المرض ده قال لك والله عن طريق المايكروبيولوجيكال examination او اللي هو الرنين المغناطيسي او ممكن مثلا اعمل عين الدم واشوف اللي هي عدد كرات الدم بتاعتي طبعا كده ممكن اشوف عدد كرات الدم اللي هي اليوكوسيت او اه اشوف نسبة الانيميا اللي هي اشوف هل الرنج بتاعي الرنج بتاعي مزبوط ولا لا تمام كده تمام طيب ويتها يعني بقى من الاهم حاجة من اهم حاجة ان انا اعمل استين اعمل تمام كده اعمل لو لقيتها يبقى كده ديت احتمال ان هي تبقى الاكتينو اسرائيل تبقى الاكتينو اسرائيل طب بعد ما عملت الجرام اعمل لها بقى ايه اللي هي بتاعتنا ديت اعمل لها ايه الكلتشر وابدأ بقى اشوف المضاد الحيو اللي هو الانتيبيوتكس المناسب اه اللي هيبقى ايه اللي هيزل المرض يعني ده بعد كده عندي التريتمنت قال لك والله في التريتمنت انت بتستخدم البنسلين البنسلين دوت ازاي انتيبيوتك ليه احنا عارفين ان هي الاكتينومايسز اسرائيل ديت اه ديت نوع من البكتيريا الاكتينو يعني عنده سلول والبنسلين بيأثر لي على السلول بس خلي بالك بيقولك ان في ناس في ناس عندها حساسية اللارجي من البنسلين ده فلو خد البنسلين هيجيله اعراض جانبية هيجيله اعراض جانبية ليه ممكن ممكن تسبب له تسبب له بثل ما عم تعليله حاجة بواصله حاجة تاني فبستخدم ايه اللي هو بديل ليه اه اللي هو الدكسي سايكلين دكسي سايكلين ده طيب اه طيب وفي حاجة بقى اللي هي السلفونامايد ده بديل برضو للبنسلين طيب هل ممكن استخدمه معاه اوه بيقولك في الحالات اللي هي حصل لها الحالات الخطيرة جدا فبستخدميه تو انتيبيوتكس بستخدم اتنين انتيبيوتكس عشان اتخلص من الدزيز ده تمام كده تمام طيب في حالتي بقى ديت ازاي اعرف اساسا ان انا مثلا عايز اتنين انتيبيوتكس قالك والله انت استخدمت مثلا على سبيل المثال البنسلين اول حاجة طيب هتلاقي ايه المايكرو اللي هي الانفكشن اللي احنا قلنا زي ما احنا قلنا ان الاكتينو ديت بولي مايكروبيل تمام كده تمام فالاول واحد قومته فحط ايه اتطرت انك تحط واحد تاني تمام كده ليه لانها عملت ريزيستنس ليه للاولانة تمام تمام فعشان كده في حالة الرحالات الخطيرة انت بتستخدم تو انتيبيوتكس يعني على سبيل المثال زي احنا قلنا ممكن تستخدم السلفونامايد والبنسلين بعد كده بيقولك ازاي ازاي تقلل من خطر الاصابة بالاكتينو مايكوزيز زي ما احنا قلنا الهايجين اهم حاجة الهايجين دي تخسل سنانك كويس تمام كده تمام طيب وتاني قالك والله في حاجة اسمع عندنا دوت اللولب ده مالو بيقولك ان ما ينفعش ده بيمنع للبريجنانسي اللي هو منع الحمل وسيلة من وسائل منع الحمل طيب بيقولك ده ما ينفعش استخدمه اكتر من عشر سنوات يعني من خمسة لعشر سنوات طيب ليه دوت بيقولك ممكن يسبب لي جوه انفكشيز طيب على اساس انا قلت اساسا من خمسة لعشر سنوات قالك على حسب النوع بتاعه يعني النوع بتاعه كويس عادي ممكن مسلا يقعد اكتر من خمسة نوع بتاعه اقل شوية اللي هو رديق سيكا فهي بيبقى الوقت بتاعه بيبقى اقل تمام كده تمام بعد كده بيقولك اللي هي الاسرائيل دي بتنمو فين بتحب الوسط الحامضي تمام كده فلو جبت اللي هي الوسط الحامضي اللي بتبقى موجودة في الدوت اللي هو بيزيد الجروث بتاعها فانا احاول على قد ما اقدر مسلا ابقى ليه غسول معين اللي هو بخسل سناني بيه اللي هو يخليه لي الوسط بتاع نيوترال تعام كده تمام طيب وتاني بيقولك برضو انك انت طول ما انت بتاكل سكر كتير دوت بيسبب لي ايه اللي هو الشجر انت طول ما انت ده بيبقى انت عندك تهتم بالبيتش تخليه نيوترال والشجر بتاعك لازم تقلل شجر ليه ده بيخلي ده بيبقى انت ريتشيد ميديا لمين للي هي الاكتينو مايسز اسرائيل يبقى دي بقول ان هو بيبقى انت ريتشيد ميديا بيزيد الانكريز انكريز زا جروث اوف اكتينو مايسز بعد كده عندنا اللي هو التايبر كلوزيس دوت تاني ديزيز الاكتينو مايسز بتسببوه لي بيقولك دوت الكوزيس اوف تايبر كلوزيس ما له دوت بيقولك دوت كوز دباي نوع نوع معين من الاكتينو احنا قلنا الاولين اللي بيسببوه لي مين اكتينو اللي هو الاكتينو مايكوزيس ده اللي بيسببوه لي كان مين الاكتينو مايسز اسرائيل طيب انما دوتت اللي هو تايبر كلوزيس دوت نوع من نوع اسمه الاكتينو اللي هي مايكرو باكتيريا ده نوع برضو تاني من الاكتينو ده حفظ عليك والتاني برضو ايه حفظ تمام كده تمام ده اللي بيسبب ايبقى احنا قلناه بيبقى موجود فين دوت بيحب الاماكن جدا بيحب الاماكن اللي هي بتبقى ايه بيبقى موجود في البلد الاماكن اللي فيها اكسوجين يبقى على عكس التاني على عكس الاكتينو مايسز الاكتينو مايسز اسرائيل بيحب الاماكن اللي هي الان ايروبك انما ده بيحب الاروبك كونديشن اللي هي بيحب الاكسوجين جدا فعشان كده ممكن ايه بقول ان هو لو مرض بيصيب للرقة اساسا فعلشان كده بتحب الاكسوجين اللي هي ماكن في الاكسوجين زي اللونج طيب بعد كده بيقول لك يعني ممكن ينتقل من شخص لشخص اه برضو على العكس من شخص لشخص تاني تمام كده تمام عن طريق مثلا ايه الكاف السنيز الكلام ده يعني زي ما احنا قلنا بينتقل من شخص لشخص طيب من اللي بتصبي بيقول لك الاشخاص اللي هم يعني اللي هم عندهم بتاعهم ضعيف تمام كده تمام بيقول لك الناس دي هي اللي بتبقى اه متسببة يعني اللي هي الاكسر عرضة الاكسر عرضة للتعرض بالمرض ده زي مسلا الناس انهم مين اللي هم عندهم ويك اميونيتي اللي هم عندهم دايبيتس اه كرونيك كيدني ديزيز كونسر اه كل ده كل الناس معدي من الامراض يعني ايه بتسبب لي ايه اه اللي هو ويك اميونيتي ويك اميونيتي ده بقى شكل المرض في اللونج شكل ايه المرض احنا قلنا انه هو تايبر كلوزز ده وات ايه لونج افكت لونج افكتد ويذ تايبر كلوزز عندي بقى تلات اشكال من المرض ممكن الاقيهم ممكن الاقي تلات اشكال دولت اه اكيد مش مع بعض يعني واندك اللي هاتين تده بيقول لك دوت العبارة عن تايبر كلوزز بس اللي هو خفيف قوي يعني ممكن دوت لدرجة انك انت اساسا ممكن متعلقوش ممكن لوحده كده يروح تمام كده يبقى اقلهم اللاتنت اللاتنت ده طب لو سبته لو سبته ممكن يتحول لي يتحول لي مين للكافيتي تايبر كلوزز تمام كده ده اخطر حاجة بقى ده في اللي هو مراحل متقدمة من مين من المرض تمام كده تمام طيب والميلاري تايبر كلوزز دوت برضو مرحلة متقدمة بس اقل من الكافيتي شوية تمام كده تمام فبضطر ان انا في الكافيتي دوت استخدم اللي هو اه الانتيبيوتك او بضطر ان تستخدم انتيبيوتك اقوى يعني اقوى بكتير من مسانية التي انت تدوت ازي ما احنا قلنا ما باستخدمش اسا ممكن ما استخدمش اللي هو الانتيبيوتكس بعد كده بيقول لك السمتمز بتاعتنا ايه هي السمتمز بيقول لك في حاجة اللي هو اللاتنت ده اساسا بيبقى ان اكتف ان اكتف بس ايه بيت اكتف امتى ممكن تحول الى اكتف فورم لو سبناه كتير ما عالجناهوش تمام كده ممكن يبقى يتحول ايه الى اكتف فورم تمام كده تمام طب لو تحول الى اكتف فورم ده بيعمل ايه بيقول لك لازم بقى استخدم ايه ما احنا قلنا ان اللاتنت انت في الاول اساسا ايه ما باستخدمش اللي هو ايه في حالة الاكتف بتاعته ايه ما باستخدمش اي حاجة ممكن ايه اللي هو بتخلص منه على طول تمام كده تمام طب في حالة بقى اللي هو حصل له حصل له لا انا كده لازم استخدم ايه اللي هو في الحالة دي لازم استخدم ايه في الحالة دي تمام كده تمام ده هو ده هو ايه هو يبقى اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو دي اختصار خلي بالك دي اختصار دي طيب بيقول لك اه اه لازم ان انا استخدم اه اه تمام كده طيب بيقول لك بقى اللي هي بتاعتي اللي تظهر لي اللي انا ما عليكتش اللي هو من التي بيقول لك دوت هيبقى يعني يعني اللي هي الكحة هتحصل له كتير يعني مدة طويلة يعني حوالي مستمرة هتبقى مستمرة ومر زيان اكتر من اسبوعين فده بيدللي على ان الشخص دوت عنده ايه ده من ضمن الادلة تمام كده او ممكن كاف وز اه اللي هي بلد اه سبيوتم يعني اللي هو يحصل الكاف معها دم معها بلد تمام او ممكن مسلا يحصل الفيفر الفيفر تمام كده الفيفر لمدة اسبوعين برضو او تمام كده او اللي هي نايت سويت تعرف بالليل او لوز اه 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 اللي هي اللي هي الشهية يعني بتفقد الشهية تمام كل ديت بنقول ان هي السيمتومز اوف الطايبر كلوزس بعد كده بيقول لك البريفنشن ديت ازاي ازاي امنع المرض دوت بيقول لك عن طريق مسلا انت لازم تاخد اللي هو الفاكسين اللي هو ضد طيب الكوزس يعني مسلا انت وانت صغير لازم بيدوك الفاكسين ده تمام كده تمام وبرضو الآن ضمن الاحتياطات انك ترتدي المسك بتاعك وبالذات لو مثلا العائلة بتاعتك فيها مسلا شخص مصاب شخص مصاب لازم الشخص ده تعزلوه مش ترموه لا تعزلوه يعني مسلا هو يبقى في قوضة لوحده انتو تدلوا الاكل مسلا بكده يعني علشان ما حدش يتصاب تمام كده طيب من اللي بتصاب بيقول لك اللي هي الناس الكبيرة او تمام كده تمام طيب بيقول لك برضو اللي هي اللي هي اللي هي التجمعات يعني آآ بقول لك لازم تخسل ايديك ولازم اللي هو تنظف التكيف ولازم اللي هو لما التكنيك بتاع التكنيك اللي هو بتاع العطس لازم تتخذ يعني مسلا تحتص في منديل لو انت معكش منديل تحتص في قمك تمام كده لازم تتخذ اللي هي تعمل كل ده كل دوت علشان تتجنب علشان تتجنب الاصابة بالتايبر كلوزز ديت بتاعتنا تمام كده اللي لازم اتخذها ادي كده عندي اللي هو التريتمنت بقول لك يعني لازم تتبع التعليمات يعني مسلا الطبيب قال لك على حاجة لازم تمشي بيه قال لك لازم تمشي بيه يعني مش مش تمشي ومن وتروح مبطن ما كده انت اللي هو المرض هيزيد عندك برضو يعني مش تخف تمام كده تمام طب بيقول لك برضو اللي هي لازم اعمل مزرعة بكتيريا تمام كده طب ازاي يعني اعمل مزرعة بكتير عشان معرفي انهي المناسب بتاعي ان انا اا اللي هو هيعمل لي هيبقى لمين اللي هو التايبر كلوزز ده تمام كده تمام طب ممكن برضو تستخدم ايه في الحالة برضو زي ما احنا قولنا في الاكتينو مايك اللي هو المايكوزز اا داتي ممكن تستخدم اكتر من في الحالات الخطيرة وهنا نفس النظام برضو بتستخدم اكتر من انتي بايوتيكس في الحالات برضو الخطيرة وكده خلصنا حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته